السلام عليكم حبيبي طلاب تلتا اعدادي اهلا وسلام بكم. ان شاء الله النهاردة هنتكلم مع بعض على سؤال مهم جدا وسؤال طيب في البداية كده اعز اقول لك حاجة. المذكرة اللي انا عملها لك دي ان شاء الله بنسبة مية في المية بنسبة كبيرة جدا يا رجالة الموضوعات اللي موجودة فيها لا يخرج عنها الامتحان. ايوة زي ما بقول لك كده. الباريجراف اللي موجود هنا ده ان شاء الله هو اللي هيجي لك فيه احنا اخر السنة. طيب المذكرة دي بقى هسيبها لك فيه اول تعليق وفيه صندوق الوصف. حملها وابدأ كده على مهلك زكارها قبل الامتحان وان شاء الله وان شاء الله بالنسبة كبيرة جدا الموضوعات دي هيجي منها في امتحان تلتا عدد دي السنة دي. طيب في البداية كده حابب اقول لك على حاجة بس القواعد العامة لكتابة اي باريجراف. بص يا سي دي لازم تكون حاطة في دماغك وفهم كويس جدا ان الموضوع اللي بيجي لك ده انت مش بتتحاسب عليه على القواعد بس. انت عندك جزء مهم جدا اسمه النظام. النظام وتحسين الخط. انا عايز شكل باريجراف بتاعك يكون شكله كويس. ده عليه عامل كبير جدا في الدرجة اللي انت بتاخدها. لو انت عايز تقفل وتجيب الدرجة النعائية. طيب ايه الحاجات اللي خلي باني منها مستر? زي ما قلنا قبل كده اي نص بكتبه في اللغة الانجليزية لازم اسيب مسافة صغيرة جدا في اول سطر بس. يعني اول سطر هتسيب ايمة كلمة كده وبعدين تبدأ بتاعك. ابدأ ازاي بقى مستر? تبدأ بكلمة اي جملة بحرف كابتل. يعني الكلمة الاولى في كل جملة بابدأها بحرف كابتل. تاني كده تبدأ كل جملة بحرف ايه كبير. طيب. بعد او خلص الجملة لازم تضع او تحط نقطة في اخر الجملة دي. في حاجة مهمة جدا عايزك تاخد بالك منها انك تستخدم الزمن الصحيح والمناسب لنوعية الموضوع. ازاي مستر? مش مطلوب منك حاجة غير ان انت لو هتتكلم مسلا في الموضوع البسيط يبقى كل الموضوع في الموضوع البسيط. في المدرع البسيط يبقى كل موضوع في المدرع البسيط. متعدش بقى تطلع من زمن وتدخل في الزمن تاني عشان ما اطلقتش نفسك. تجنب استخدام الجمل المعقدة التي تحتوي على مفردات وتركيب صعبة. في ناس كده ممتازة جدا وبتكتب الموضوع بشكل كويس جدا ولكن بتعد تجيب جمل صعبة وتغلط فيها. ده اللي بنقصك في البراجراف. طيب مش هقولك تاني حسن خطك نظم الورقة سيب مسافة بين كل كلمة والتانية وانت بتبدأ. عندي هنا مقدمة تصلح لاي موضوع زي ما اقولك مثلا وي اول اجري زت بعدين تقول الموضوع كلنا نتفق ان الموضوع الموضوع اللي جاي لك في الامتحان هو واحد من اهم الاشياء في حياتنا. دي مقدمة وسيطة كده تقدر تبدأ بها اي موضوع يجي لك في الامتحان. طيب نبدأ بقى شباب ندخل على شغل تالت اعدادي. عندي طبعا تلت انواع زي ما انت عارف. اللي هي السيرة الزاتية. هشرح لك كل حاجة وهل لك اهم موضوع او اتنين في كل جزئية. وان شاء الله بنسبة كبيرة ينفع وتكتبه في اي موضوع. يعني لما يجي لك سؤال بيوجرافي هقول لك تكتب في ايه? السيرة الزاتية. عن شخص محدد يعني. تاني حاجة مقال نقدي. تالت حاجة اللي هي قصة قصيرة. طيب نبدأ نشوف مع بعض كده يعني ايه سيرة ذاتية. وايه اهم الموضوعات المتوقعة للصف السلسل الاعدادي. بص يا سيدي. في كتاب المعاصر وكتاب جمل جزء الامتحانات اخر للكتاب. هو جاب لي اكتر من اه موضوع ينفع يتكتب فيه بيوجرافي واحد. سيرة ذاتية واحدة. عشان كده انا لمتلك كل البيوجرافي في جزئيتين. احفظهم وادخل كتب من النموة واحدة في الامتحان. طيب لو جاب لي يا مستر عن قدوة او مسأ اعلى زي ما اقول لك مسلا اتكلم عن قدوتك. سيرة ذاتية عن شخص تعجب به. اقول لك مسلا اتكلم عن شخص انت معجب به. او سيرة ذاتية عن شخص تحبه كثيرا. او شخص مشهور. او عالم. يبقى دول كده خمس موضيع او ست موضيع. اقدر اتكلم بهم عن شخص اه واحد وهو هنا مش محدد الشخص فهو اقدر تحفظ نموذج كده وتخش تكتبه في السيرة الذاتية. طيب انت اصلا عليك السنة دي. هاكتين مهمين جدا. عندك سيرة ذاتية عن الدكتور مجدي يعقوب. ممكن يطلبها منك صريحة كده. وفي الحالة دي يبقى صعابة عليك شوية. يعني يقول لك كتب لي عن دكتور مجدي يعقوب. يبقى ما ينفعش اللي قدامك ده بس. طيب كتب لك اي حاجة من اللي فوق دول. اي موضوع من دول يا شباب تقدر تكتب هنا الموضوع بتاع الدكتور مجدي يعقوب. طيب انا عايز احفظ حاجة منها مستر عشان نبقى داخل برضو متطمن. عندك برضو آآ سيرة ازاتية عن سمر عبدالفتاح. ودي يا شباب كانت رائدة فضاء. يعني ممكن يطلب منك بايوغرافي عن رائدة فضاء او عن سمر عبدالفتاح. او عن اي حاجة من اللي قلناها فوق دي تقدر تكتب فيها سواء مجدي يعقوب او سمر عبدالفتاح. طيب النموذج اللي مكتوبه قدامك ده نموذج مسالي. وتقدر ان شاء الله من خلاله. وطبعا انا آآ يعني مراعي انه هو يكون سهل جدا وانت بتكتبه. من خلاله برضو تقدر تقفل السؤال ده بكل سهولة. طيب يبقى انت هم مطالب فيه انك تكتب سيرة ازاتية عن طلبها مني تقدر تكتب مجدي عقوب ده قدوتك دكتور مجدي عقوب او مسلك الاعلى. طلب منك سيرة ازاتية عن شخص انت معجب به برضو الدكتور مجدي عقوب تنفع برضو. خلاص شخص تحبه كسيرا الدكتور مجدي عقوب. عايز اقول لك على حاجة. البيوغرافي ده جه السنة اللي فاتت في سبع محافظات. متخيل يعني انت سواء ان شاء الله في امتحانك بتاع السنة الجاية ممكن السنة ده ان شاء الله ممكن تلاقي حاجة من العنوان ده زي ما هيكده. اقول لك اكتب عن قدوتك. عن يعني شخص انت معجب به. عن شخص مشهور. يبقى انت تقدر تكتب السيرة ازاتية عن الدكتور مجدي عقوب اللي موجود عندك دي. او طبعا سمر عبد الفتاح هتختار واحد بقى وديكتبه. خلاص يا رجلة? طيب. خلينا نقول يا مستر جنة آآ مقال نقدي. اهم الحاجات اللي جات السنة اللي فاتت كان يعني اكتب تقييم او مقال نقدي عن التسوق عبر الانترنت. طيب ده بشكل عام. يعني هتتكلم عن التسوق بشكل عام. طيب افرده مستر هو جاب لي السؤال ده بصيغة تانية زي ما جابه في محافظة قبل كده. ممكن مرة يجب لك عن ومرة يجب لك عن شيء بقى انت اشتريته من على الانترنت. اللي هو اسمه حاجة انت جبتها من الانترنت اكتب عنها تقييم. انا مدي هنا مثال على يعني قالت عمل قهوة اشتريتها من على الانترنت. اللي هي قدامك دي. تقدر تكتب فيها الموضوع ده. زي ما قلت لك المذكرة دي موجودة عندك في اسفل الفيديو. طيب اجازة الصف الماضي مهم ده مستر? اه جاء قبل كده في امتحان. اجازة الصف الماضية او الاجازة الماضية. مسلا او الاجازة بس. يبقى انت كل موضوع مكتوب هنا يحمل في داخله خمس ستة عنوين. خليك زكي بقى وافدأ. اقرى الموضوع ده مرة واتنين واتنين اخد منه افكار. وزود عليه في الامتحان. ما فيش مشكلة. طيب بعد كده عندي يقول لي هنا ازاي تقدر تساعد الناس في مجتمعك? ايه اللي تعملوه? عشان تساعد الناس في المجتمع بتاعك? او كيف تساعد مجتمعك? اللي اتنين ينفعوا في نفس الموضوع. خلي بالك هل بتو او هل بتو هل بزا كميونيتي جي السنة اللي فاتت برضه. يبقى انت الموضوع دي كلها جات في الامتحانات اللي قبل كده. عايزك بقى على مهلك كده وتبدأ تاخد الافكار بتاعتك وتبدأ تشتغل من خلال المذكرة اللي قدامك. طيب عندي دي اهم الموضوعات. زيارة الاهرامات. ده مهم جدا. طب وفرد قال لي اكتب عن مكان مسلا انت روحته. اقدر اكتب برضو زيارة الاهرامات. ما هو ده مكان انا روحته. خلاص? يبقى ده موضوع مهم جدا عن الاماكن الشايقة في مصر اللي هو مكان الايه الاهرامات او عن الجيزة بشكل عام. طيب. في جزء مهم جدا افضل واسوأ الاجهزة التكنولوجية في بيتك. الافضل والاسوأ او افضل واسوأ جهاز تكنولوجي في منزلك. ده جه السنة اللي فاتت في محافظتين. يعني مهم برضو وانت تذكر كويس. طيب بعد كده. عندي هنا سوشال ميديا ان اوار لايف. اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي في حياتنا. تكتب عنها طبعا ده موضوع مهم برضو وجي قبل منه في الامتحانات. كل الحاجات دي جات في امتحانات الاعوام السابقة. عشان كده انا بقول لك دي مهمة جدا وهتيجي ان شاء الله في محافظات السنة دي. البراجراف موجود عندك تقدر تكتبه. طيب بيقول لي هنا طلب هنا عن مدينتك برضو تقدر تكتب الموضوع ده. قلت لك قبل كده اهم الموضوعات. هاجبها لك كلها. ان شاء الله ويحطها لك بين ايديك في مذكرة. حمل المذكرة دي وابدأ من خلال الموضوعات دي. ابدأ ذكرها. وخلي بالك دي ان شاء الله اللي هتجي في الامتحان باسم كبير. كمل معي كده. طبعا اللي هو الحي الخاص بينها. ده الموضوع اللي يتكتب فيه. طبعا ده مهم جدا اللي هو الجيرة او المجورة او الحي اللي انت عايش فيه. طيب في بقى بعد كده موضوع اللي هو اسماعيلية زيارتك الاسماعيلية ده بتاع الوحدة الاولى. خلي بالك لغاية هنا كده. الموضوعات اللي جاية لك لغاية هنا دي كلها جات في متحانات الاعوام السابقة. كل ده جات في متحان السنة الفاتت. الموضوعات دي يا شباب جات في متحان السنة الفاتت. لغاية هنا بس كل اللي فوق ده جات في متحان السنة الفاتت. طيب اللي جاي بقى ايه؟ اللي جاي بقى يا شباب من وجهة نظري أنا الشخصية هو لو حبي يجيب حاجة بره متحانات السنة الفاتتة ممكن يجيب لك الموضوعات اللي جاة دي الموضوعات اللي جاة دي مهمة جدا برضو من الوحدات لكن زي ما قلت لك للحد الصفحة رقم 6 كل الفوق ده متوقع جدا بنسبة 100% اللي تحت ده متوقع بنسبة مثلا 70% اول حاجة اكتب تقييمك عن مبادرة حياة كريمة ده سؤال مجهش السنة اللي فاتت ولكن ممكن يجي لك السنة دي خلاص يا شباب؟ يبقى ده برضو موجود قدامك اللي هي صعوبة القراءة طبعا دي حاجات مش عايز اقولك مهمة قد ايه؟ برضو تقدر تاخد فكرة عنه الصحة العقلية او اللي هي الجزئية دي طبعا ما جاتش قبل كده ولكن برضو متوقع انها تيجي طبعا دي في الوحدة الستة اللي هي اليقظة او الصحة العقلية طيب ايه تاني مهمة عندي؟ عندي جزء اللي هو المرافق الترفيهية والرياضية في بلدتك مشاكل المراهقين طبعا دي مهمة برضو وعندي ممكن يجي لي في صورة تقييم طيب كده خلصنا نيجي بعد كده على مميزات وعيوب الموبايل برضو بتيجي وظيفة رائعة ممكن تجي لك برضو السياحة كل دي موضوعات خاصة بيه تلتة عدد دي حرفة يدوية في مصر برضو مهمة جدا السفر بالقطار مهم طبعا موضوع بتاعه موجود عندك فيروس كورونا موجودة عندك برضو نيجي بعد كده شباب عليك جزء التالت اللي هو القصة القصيرة طيب بص بقى زي ما قلت لك المذكرة دي موجودة عندك القصة القصيرة اللي موجودة وتنفع لأغلب القصص اللي هي قصة عن شيء ما حدث في حياتك دي جت كتير او سنة الفاتت قصة عن شيء ما حدث في حياتك او قصة قصيرة عن السايبر بولنج السايبر بولنج اللي هو التنمر الالكتروني برضو مهمة جدا وبتيجي في الامتحانات وفيه شباب حاجة اسمها ممكن تجيلي اللي هي قصتي المفضلة